تلت مطالب لموسماني بعد العودة من رحلة المغرب والأهلي يتعاقد مع بديل الأحمد فاتحي رسالة فيلر لمدرب الأهلي بعد الفوز على الوداد هل حقا هناك أزمة بين بجي وموسماني وطلائع الجيش يتعاقد رسميا مع صفقة الأهلي فحص طبي جديد لكهرباء استعدادا لمباراة الوداد وصحف جنوب إفريقيا تتغنى بموسماني مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضرتكم من جديد في قناة أخبار عجلة أهلا بكم مشاهدين وعدنا من جديد وتجدد اللقاء مع أخبار النادي الأهلي لهذا اليوم والتي نبدأها بالخبر الأول وثلاث مطالب لموسماني بعد العودة من رحلة المغرب منح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة موسماني لعبيه راحة سلبية اليوم على أن يبدأ الفريق العودة للتدريبات بشكل تدريجي لمواجهة الإياب ويعتبر منح اللاعبين راحة سلبية هو الطلب الأول لموسماني عقب عودة البعث الحمراء من المغرب أما الطلب الثاني فكان من سيد عبد الحفيظ بغلق ملعب التيتش لفرض مزيد من السرية على تدريبات أبناء الرداء الأحمر خلال الفترة المقبلة وحتى موعد مباراة الإياب المقرر لها الجمعة المقبل وطلب موسماني من لعبيه خلال رحلة العودة للقاهرة بغلق ملف مباراة الزهاب والتركيز في مواجهة الجمعة كما وضع الجنوب إفريقي برنامج تدريبي للفريق يبدأ بالاستشفاء وإزالة أصار الإرهاق والتركيز على الجوانب الفنية وخطة مواجهة العودة ثم البدء في زيادة معدلات اللياقة تدريجيا حتى الخميس المقبل ليلة الدخول في معسكر مغلق ويرى موسماني أن مباراة الإياب ستختلف كثيرا عن مباراة الزهاب حتى لو كان الأمر بدون جمهور خاصة وأن المباراة ستكون على أرض الفريق الأحمر وهي ميزة يجب استغلالها جيدا أما الخبر التالي وإدارة الأهلي تقرر التعاقد مع بديل أحمد فتحي قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرض فكرة التعاقد مع الظهير الأيمن كريم فؤاد على المدير الفني بيس وموسماني خلال الفترة المقبلة بعد التأكد من رحيل أحمد فتحي إلى برمز بداية من الموسم الجديد وبالرغم من إشارة بعض التقارير في الفترة الماضية إلى احتمالية بقاء أحمد فتحي في الأهلي خلال الموسم المقبل إلا أن بعض المصادر المقربة من إدارة برمز نفت ذلك وأكدت أن فتحي سينضم لتدريبات برمز بعد نهاية مباريات الأهلي في الدوري فلن يكون أمام لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إلا عرض أمر ضم البديل لفتحي وهو اللاعب كريم فؤاد الذي تم ترشيحه على موسماني والذي اقتنع بفكرة رحيل فتحي وبدأ في تجهيز محمد هاني لقيادة هذا المركز بالموسم الجديد وحتى الآن لم يعلن موسماني رأيه النهاية في التعاقد مع اللاعب مفضلا حسم الملف بعد نهاية المشوار الإفريقي ويعد اللاعب كريم فؤاد صفقة رابحة بكل المقيس وخصوصا لصغر سنه حيث يبلغ من العمر 21 عام بالإضافة لظهوره مع إمبي بشكل مميز هذا الموسم أما الخبر التالي ورسالة فيلر لمدرب الأهلي بعد الفوز على الوداد المغربي أرسل ريني فيلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة خاصة إلى الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة موسماني مبديا سعدته بالانتصار الذي حققه الفريق على الوداد المغربي بهدفين دون رد في زهاب نصف نهائي دور أطوال إفريقيا وقام فيلر بتهنئة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق والذي أكمل المسيرة مع الجهاز الفني الجديد للقلع الحمراء وطلب السويسري بإبلاغ الجميع بالتهنئة مؤكدا قدرة اللاعبين بالفريق على الفوز بالبطولة وحصد اللقب أما الخبر التالي وهل هناك حق أزمة بين إليو بجي وموسماني في الأهلي؟ كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي حقيقة وجود أزمة بين المدير الفني بيتسو موسماني والمهاجم السنغالي إليو بجي حيث أشارت تلك المصادر إلى أن الساعات الماضية أثبتت أن المدرب الجنوب إفريقي غير مقتنع بقدرات بجي خرج التقارير السابقة تشير إلى أن إبعاد بجي عن المشاركة سببها الرئيسي هو وجود خلافات سابقة مع المدير الفني بعد أن جرت بينهم مشادة في لقاء الأهلي وصندوينز في العام الماضي عندما كان موسماني مديرا فنيا لصندوينز وقال مصدر مقرب من إدارة النادي الأهلي فإن موسماني ليس بالمدرب الهاوي حتى يحكم العاطفة في عمله بل هو محترف وعلى مستوى عالي من الدراية بأي قرار بيتخذه ولن يتخذ قرار يأتي تباع سلبية على فريقه ويحاسب عليه بعد ذلك وبالتأكيد فإن رغبته في بقاء لاعب أو رحيله هي مسألة فنية من الطراز الأول أما الخبر التالي والصحف جنوب إفريقيا تتغنى بموسماني ألقت وسائل الإعلام والصحف الجنوب إفريقية الضوء في إصدارتها صباح الأحد على الفوز المميز الذي حققه فريق النادي الأهلي تحت قيادة موسماني على حساب الوداد المغربي في زهاب نصف نهاي دور أبطال إفريقيا وأشهدت بالأداء المميز للنادي الأهلي على مدار شوطي المباراة والاستراتيجية الناجحة التي بنى عليها موسماني خطته في أولى تجرب الإفريقية مع الأهلي ذكرت صحيفة كيك أوف وسعة الانتشار في جنوب إفريقيا في عنوانها عن مباراة الأهلي والوداد أهلي بيتسوماني يغرق الوداد في المغرب ورصدت في تقريرها عن المباراة أن موسماني استعاد في مباراة الوداد كابتن الفريق والحرس الأول محمد الشناوي بجانب الدولة التونسية علي معلول والمهاجم مروان محسن وأن الأهلي لم يستغرق طويلا للتسجيل بعدما تمكن من هز الشباك المغربية بعد أربع دقائق من بداية المباراة عن طريق محمد مجد أفشة واللي استغل خطأ مدافع الوداد كما أشادت بتألق وبراعة حارس الأهلي محمد الشناوي ووصفته بالحارس الصلب الذي لا مسيل له بجانب دفاع الأهلي المميز والذي تصد لكل محاولات الفريق المغربي إلى أن سجل معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 من أحداث اللقاء موقع سبورت 24 الجنوب إفريقي رصد فوز الأهلي وقال بأن موسي ماني استطاع أخيرا حل العقدة الشخصية له أمام الوداد المغربي على أرضه بعدما استعص عليه في السابق مع سندونز وأشار التقرير إلى أن هزيمة الوداد أمام الأهلي في كازابلنكا تعد الأولى للفريق المغربي بعد 27 مباراة في دور الأبطال يحقق الأهلي فوزا مريحا خارج أرضه ويقطع خطوة كبيرة نحو الوصول إلى المباراة النهائية كذلك موقع سوكر لدومة أكد موقع سوكر لدومة الجنوب إفريقي في تقرير الطويل عن المباراة أن بيتسو موسي ماني واصل نجاحاته مع الأهلي وتغلب على الوداد المغربي في عقر داره خلال زهاب قبل نهائي دور أبطال إفريقيا وأشار التقرير لأن الأهلي حظي ببداية أشبه بالحلم بعدما افتتح أفشاء التسجيل في الدقيقة الرابعة بطريقة أكثر من رائعة مستغلا خطأ الوداد الدفاعي فيما تصدى الشناوي قائد الأهلي لركلة الجزاء ليحفظ للفريق تفوقه حتى سنحت الفرصة لعلي معلول ليضيف ساني الأهداف والتي عززت من فرص الأهلي في بلوغ المباراة النهائية صحيفة سوبرسبورت الجنوب الأفريقية الشهيرة قالت بأن النادي الأهلي نجح في تحقيق فوز مريح على نظير الوداد المغربي على أستاذ محمد الخامس ليقترب بصورة كبيرة من قطعة ذكرة المرور إلى المباراة النهائية كما أشهدت الصحيفة بالدور الذي قدمه موسيماني مع الأهلي في أول مباريات الأفريقية مع نادي القرن أما الخبر التالي وطلاع الجيش يخطف صفقة الأهلي رسميا أعلن مجلس إدارة نادي طلاع الجيش عن التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة عبد الحميد بسيوني مدرب الفريق وكان نادي طلاع الجيش قد تعاقد خلال اليومين الماضيين مع ظهير أيصر النادي الأهلي حسين السيد وقال أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلاع الجيش في تصريحات صحفية أن نادي طلاع الجيش تعاقد رسميا مع اللاعب عمر مرعي مهاجم برامز وأضاف المهدي بأن عمر وقع لمدة موسم واحد للانتقال طلاع الجيش بداية من الموسم الجديد بعد موافقة برامز ويعد عمر مرعي من أبرز المهاجمين الذين طلبوا الانضمام لصفوف النادي الأهلي ولكن إدارة برامز وضعت شروطا مالية كبيرة من أجل التفريط في اللاعب الخبر الأخير وفحص طبي جديد لكهرابا استعدادا لمباراة الإياب أمام الوداد المغربي يخضع اللاعب محمود عبد المنعم كهرابا لفحص طبي في مران الفريق يوم الثلاث بملعب مختار التيتش بالجزيرة حيث يخضع اللاعب لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى في الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من آلام في العضلة الخلفية وذلك كان خلال مشاركته في مباراة برامز ببطولة الدوري وكان المدير الفني بتسو موسماني قد منح اللاعبين الراحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الوداد المغربي والعودة من المغرب ليعود لاستئناف التدريبات عصر السلساء استعدادا للقاء العودة مساء الجمعة المقبل على استياد القاهرة الدولي وبكده مشاهدينا تكون خلصت معاكم أخبارنا النهاردة أتمنى تكون لاتعجبكم في النهاية عزيزي المشاهد يا ريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك أما لو كنت بشاهدنا الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس ليصلك إشعار بكل ما هو جديد لدينا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالانكيو والاشتراك في القناة